نعم نحن لا نرى أي تقدم من قبلها لإعادة التزويد وضع ودعم العمليات في الجنوب ولكن مرة أخرى سأكون حذرا في خوض في هذه الأمور يبدو أنني كمان لو لم أجب عن أحد أسئلتك نعم نعم شكرا لك من الصعبة بمكان معرفة ما سيقوم به الروس نعرف أنهم قاموا بقصف بعض القواعد الجوية في الغرب لا يعني ذلك أنه لم يكن هناك قصف جوي منذ أكثر من 16 يوما وإنما لم نره بشكل روتيني عندنا اثنين في يوم واحد ما الذي سيأخذه به الروس نحن لا نعرف هم يستهدفون القواعد الجوية من الناحية العسكرية ترون منطقا عسكريا ليحرموا الأوكرانيين من استخدام القوة الجوية في الجانب الغربي من الدولة ولكن بالمقارنة يبدو أن الغالبية العظمى من تركيزهم العسكري هو في الجانب الشرقي هناك الوقع الأسوأ هم يضعون أغلب طاقتهم وقوتهم تشاركيف وكيرنيف وكييف وماريبول وميكو ويف إلى الجنوب ولا يزالون يقاتلون في الدنباس لذا فالقتال يتمركز في الشرق وهل هذا توسع في عملياتهم؟ أظن أنه من المبكر جدا أن نتحدث عن هذا الأمر أظن أنه سيكون من المبكر جدا أن نضع استراتيجية تأخذ بعين الحسبان هجوما على الجانب الغربي فكل ما نراه أن السواد الأعظم من جهودهم هي في الجانب الشرقي ما نوع الأسلحة التي استخدمت في قصف تلك القواعد العسكرية؟ هل هي صواريخ قادمة من بلاروسيا؟ الروس نفسهم اعترفوا بأنهم يستخدموا أسلحة بعيدة المدى نحن نتفق بهذا الجزء لأنهم ليس عندهم الهيكلية العسكرية في أوكرانيا في الغرب لأن كل قوتهم الأرضية في الشرق نحن نعرف أنها صواريخ بعيدة المدى ولكن ما نوع هذه الصواريخ وما نوع الرؤوس المحملة التي عليها لا نعرف بعد هل استدفت تلك القواعد؟ لأنه كان هناك كثير من الحديث التي دارت حول المك 29 لا نعرف ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة إذا ما استخدمت روسيا السلاحا كيميائيا في أوكرانيا لا أود أن أخوض في موضوع التكهنات سمعتم للرئيسي وبكل وضوحني اليوم قال سيكون هناك تبعات حادة للغاية إذا ما قامت روسيا بمثل هذا الأمر لذا لا أود التحدث عنه من الجانب بنا هل هناك أي تقارير أو أنهم كانوا يحاولون استهداف أي أسلحة تصل إلى تلك القواعد؟ لا أود التحدث بالنيابة عن الجانب الروسي نعرف أن تلك القواعد استهدفت وقصفت أما لما تماما فيصعب علينا الإجابة عن هذا الأمر هل كان هناك أي تطورات أو تغييرات بالنسبة للجانب النووي؟ لربما روسيا تخطط لاستخدام سلاح نووي ومن ثم أسلحة كيميائية أو بيولوجية هل هناك أي معلومات أو استخبارات على أن روسيا تحضرها للاستخدامها؟ بالنسبة للموضوع النووي أود أن أكون حذرا للغاية فيما يتعلق بتقيمات الاستخبارات والمعلومات أود فقط القول وهو أمر ننظر إليه يوميا وهو أننا واثقون بالقدرات الاستراتيجية الرادعة التي هي موضوعة لحماية أنفسنا وحلفائنا وشركائنا لن أتحدث عن أي شيء بالنيابة عن الجانب الروسي ولكن أنا أستطيع أن أقول أننا لم نرى أي شيء يعطينا يزودنا بسبب أو يعطينا الانطباع بأنه يجب أن نغير نظرتنا الحالية أما فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية مرة أخرى لا أود أن أخوض في ما خلصت إليه الاستخبارات نتابع الأمر عن كثب هناك لا نعرف لا أود التحدث عن هذه القدرات الروسية في هذا المجال في أوكرانيا أود فقط قول ذكر أمرين أولا هي دولة عندها سمعة باستخدام مثل هذه الأسلحة على الناس على البشر سابقا ونعرف أن عندهم هذا البرنامج قائم أما الأمر الثاني فنحن نستمر برصد المحتمل وأود تركيز على كلمة محتمل أنهم ربما يقرعون هذا الطبلة في محاولة لاستخدامه كإنذار كاذب أي كحجة لتصعيد هذا النزاع مرة أخرى نحن نتابع الأمر بشكل يومي إذن تابعنا جانب من هذا المؤتمر الصحفي والإحاطة الإعلامية من المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي الذي قال القوات الروسية تطوق العاصمة الأوكرانية كيف وتسعى لإجبارها على الاستسلام يحاولون منع الأوكرانيين من استخدام المجال الجوي ومن المبكر أن نتحدث عن هجوم على الجانب الغربي حتى اليوم التركيز على الجانب الشرقي والروس اعترفوا أنهم يستخدمون أسلحة بعيدة المدى لكن لا نعرف نوع الرؤوس المحملة عليها وعند سؤاله عن ردة الفعل الأمريكية ماذا ستكون في حال استخدمت روسيا السلاح الكيميائي قال لا أريد أن أتحدث عن تكهنات سمعتم الرئيس بايدن الذي قال أن روسيا سيتمت حسبتها على أعمالها في أوكرانيا